الدخان التراكمي هو عبارة عن تراكم الملوثات الناجة عن التدخين تدخين التبغ في الأماكن العامة هذا بشكل عام الأماكن العامية شو هي المنزل خاصة غرف النوم المطاعم المقاهي داخل السيارة قاعات الحفلات للأسف فالدخان أو الملوثات هاي بتتراكم وين بتتراكم بتتراكم على الأسطح على الجدران على الأثاث على اللباس للفراش داخل السيارة البيئة المحيطة بالإضافة لها بتراكم مثل الأسطح الخارجية ممكن تراكم بالأسطح الداخلية اللي هي الجهاز التنفسي نعم شو بتكون دكتور الأعراض اللي ممكن احنا نحكي أنه أنا ما بدخن بس في بيئة مدخنة فعندي بعض الأعراض الآن التدخين السلبي بين قول التدخين السلبي هو أنه الإنسان اللي ما بدخن ولكن تعرض للدخان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجو المحيط به نعم تدخين الأعراض ممكن تكون مباشرة خاصة على الجهاز التنفسي خاصة للأطفال نعم وممكن يصير عندهم مشاكل ربو حساسية بالأنف هلأ ممكن الأطفال بتأثروا طبعا أكثر بتأثروا أكثر خاصة أنه يعني التحسس عندهم وارد أكثر من الكبار وبأثر هذا في يعني بطريقة مباشرة وسريعة ولكن يمكن يؤثر على المدى البعيد لأنه بتراكم ممكن يؤدي لسرطان الرئتين أو القصبات الهوائية ممكن يؤدي لأمراض القلب والشريين والأوعية الدموية زيه زي المدخن العادي طبعا بنسب أقل نعم المشكلة في التدخين التي تراكم أنه المواد التي تراكم هذه الملوثات هي عبارة عن ألاف من المواد الكيميائية منها النيكوتين ومنها مواد سامة ومنها مواد مسرطنة فكل هذا بيؤذي الجهاز التنفس نعم في بعض الأشخاص للأسف دكتور بيستهتر بفكرة أنه شي يعني أدخن ما رح يأثر على صحة أطفالي لكن الموضوع تراكمي بنا ننتبه أنه مش راح يبين من مدى تأثير سنة أو سنتين الموضوع على مدار سنوات تراكمية ممكن نشوفها بشبابنا صحيح؟ بالضبط هذا الأسف عدم الاكتراث كثير وارد خاصة عند بعض الأباء يقول لك أنا أدخنش في البيت أمام أطفالي شان أحميهم طبعا هذا الشعور نبيل ولكن في الواقع الأب لما يدخل للبيت يحضن ابنه أو بنته بطريقة الدخان زيما ذكرنا الدخان التراكمي بتراكم حتى على لباس الأب أو لباس المدخن على جلده على شعره على لحيته نعم فإذن الطفل بتأثر مباشرة بالتدخين بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة وهذا بيؤدي للمشاكل اللي ذكرناها سابقا أنه التأثير المباشر على الجهاز التنفسي خاصة الحساسية حساسية الأنف الجيوب الأنفية الربو نعم لكثير أنه نسبة أمراض الربو والحساسية في الجهاز التنفسي أكثر بكثير عند الأطفال اللي أهليهم بدخنوا من الأطفال اللي أهليهم بدخنوش نعم ما هي نوعية الأمراض الصدرية والحساسيات اللي ممكن يعاني من هالأشخاص اللي عم بتأثروا من فكرة الدخان التراكمي يعني أهم إشي هو موضوع التحسس الربو الربو عند الأطفال مشكلة كبيرة بيؤدي لها الذهاب إلى المستشفيات الغياب عن المدارس بالنسبة للأشخاص اللي بيشتغلوا بأخر يعني بعض العمل والإنتاجية ممكن مع الوقت نوصل لمرحلة التهابات قصبات مزمنة ممكن التهابات رئوية نعم كل هذه كلها بتكون ناتجة عن التدخين السلبي اللي حتى لو إنسان ما بدخن ممكن يتم يعني يتضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المدخين اللي حولها يعني ممكن نعمل صورة أشعة لرئة أو الصدر بشكل عام ويكون في عندي أثار من التدخين فقط لأنه كان في بيئة مدخنين بالضبط صحيح هذا بيكون يعني التشخيص أو الدلالة هذا جزء من التشخيص صورة الأشعة ممكن نعمل فحص وظائف رئتين كفاءة رئتين ببيننا أنه نسبة الشخص اللي يعني كفاءة رئتين عند الشخص المدخن السلبي أقل من الشخص اللي غير مدخن سلبي اللي مش موجود في بيئة فيها مدخنين ممكن نعمل فحص نسبة أول أكسيد الكربون في نفس الشخص بتشوف أنه أول أكسيد الكربون ممكن أن يكون مرتفع عند الشخص مثلو زي يعني جوز منش بنفس النسبة بس زي الشخص المدخن بيرتفع عنده في نفسه أول أكسيد الكربون نسبة أول أكسيد الكربون شو بتنصح الأشخاص اللي شقصت عندهم مشكلة تأثرهم من الدخان وخصوصا أنه منحكي دخان سلبي يعني بالآخر هو مش من قرار ذاتي هلأ المفروض إذا كان طفل أنه الأهل اللي يأخذ القرار أنه هو بقدرش يأخذ قرار الأهل المفروض يمتنوا عن التدخين سواء في داخل الأماكن المغلقة أو في الخارج يعني أساساً هو نحكي نقطة أنه الأب المدخن الأب أو الأم هو عمود البيت إذا العمود أي بيت خيمة أو بيت شعر إلها عمود إذا العمود نهار البيت بنهار إذن صحة الطفل هي من صحة الوالد إذا الوالد لازم يحافظ على صحته من أجل صحة أبنائه وبالتالي أول خطوة هي الابتناء عن التدخين الخطوات التالية أنه يقوم بتشخيص الحالة عند الطبيب المختص إذا كان طفل في أطباء أمراض صدرية مختصة بالأطفال وإذا كان أكبر منه بالغ أو سن المراهقة يمكن يروح لطبيب الأمراض الصدرية للبالغين وبالتالي يتم معالجتهم ولكن الأساس هو الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج طبعاً بشكل عام شو بتنصح فيما يتعلق ببيئة المنزل للحفاظ عليها قدر الإمكان خالية من التدخين والعلاجات الخيارات أو البروتوكولات المتبعة أيضاً في العلاج الآن البيئة المنزل كما قلنا أنه النساء ما يدخنش إذا كان ولا بد في حد يدخن يبعد عن الأطفال نعم والأماكن اللي يدخن فيها ما يكونش فيه إمكاني ما يدخن في البيت يدخن خارج البيت طبعاً هاي طرق منطقة طرق الوقاية بالإضافة أنه تهوية البيت دائماً الالتزام بتشخيص حالة الطفل وعلاجه وأهم شيء هو زي ما أقول لك هو القطاع عن التدخين بتاع التدخين كوقاية قبل كل شيء سؤالي الأخير سيصبح هذا الأمر مزمن ولا يمكن علاجه إذا ما تأثرنا بهذا الدخان التراكمي هلأ ممكن ممكن علاجه ولكن ممكن إذا استمرت إحنا إذا استمر المسبب اللي هو الدخان إذا ما شلنا المسبب يبقى المرض موجود طبعاً نعالج علاجات موسعات القصبات لو أية بالتبخير بالبخاخات إلى آخر إلى آخر ولكن طالما المسبب موجود المرض بيظل موجود إذا اللقطة الأساسية هي تخلص من المصدر تخلص من التدخين بشكل نعم